اهلا والله بالجميع معاكم الوجيه كفحاكم يا جماعة ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية شفوا جماعة الخير مهما حاولت اوصف لكم او اقول لكم قدي ايش انا كنت او ايش كنت متوقع جوجيتسو قبل ما اتابع جوجيتسو او ايش الصورة اللي كانت في بالي عن جوجيتسو كايزن قبل ما اتابعه مستحيل جدا اني اوصف لكم قدي ايش توقعي كان في وادي والانيمي طلع في وادي ثاني اخر تماما الوضع اشبه بجهاز يعطيه كفي كل مرة تتوقع شي غلط انت تقول بيصير كده طع لا ما بيصير كده طيب اكيد بيصير كده طع لا برضو ما بيصير كده طيب بيصير كده طع لا برضو ما رح يصير كده طيب هذا المعروف في الانيميات يعني ليش يصير شي مختلف بالضبط ايه هذا فكرة انيمي جوجيتسو كايزن او على قلب النسبة لي بحكم محدودية الانيميات اللي تابعتها حوالي 20 او 25 انيمي بس صدقا صدقا يا جماعة انيمي جوجيتسو كايزن انا اشوفه من افضل الانيميات اللي تابعتها شي مرة رهيب ومميز ومختلف الكاتب جالس يحاول يتميز قدر الامكان ويكون غير متوقع وفكرة ان الكاتب يكون غير متوقع ترا هي سلاح ذو حدين الموضوع مش زحف يلا سوي ايشي غير متوقع وخلاص لا يقدر الكاتب يكون غير متوقع ويبهرك او يقدر يكون غير متوقع ويجيب ام العيد في قصته ولكن للامان الكاتب ابهرني رفع ضغطي كثير بس انه ابهرني اكثر من ما رفع ضغطي من بداية الانيمي والكاتب جالس يوريني انه عنده شي مميز وجالس يحاول يطلع عن الصورة النمطية للشنين قدر الامكان وشوفوا يا جماعة قبل ما عبدو مقارنات اللي قالوا طريقها ترى صعب جدا ان الكاتب او اي كاتب هذا الكاتب او غيره يطلع بشي اصلي مئة بالمئة مرة صعبة صناعة المانقا والانيمي عريقة وقديمة وفي عشرين الف عمل وعمل مستحيل يجي كاتب كذا من العدم ويسوي شي اصلي مئة في المئة لازم اي انيمي تابعه بتشوف فيه شي يذكرك بانيميات ثانية بافلام ثانية بمسلسلات ثانية بقصص ثانية ولكن للامانة الكاتب المريض هذا قدر انه يحط لمسة الخاصة في هذا الانيمي وقدر يضيف الكثير من الاصالة لقصته ويتفرد بهوية منفصلة عن باقي الانيميات يا عمي من الحلقة الاولى من الحلقة الاولى عرفت ان الكاتب هذا غير متوقع وناوي يلحس مخي مستقبل انه يصدم عيشتي المشهد الاول بين ايتادوري وجده مشهد بسيط مرة بسيط مشهد عادي ايش السيناريو اللي في بالك بيكون مشهد درامي حزين وحوار مليء بالحب والحنين بين الجد وحفيده وينتهي المشهد بموت الجد على فراشه وحفيده يحتضنه والدموع على قدوده هذا السيناريو الطبيعي يعني اللي الكليشي ولكن وش اللي صار في هذا المشهد البسيط ايتادوري جالسة مصخر على جده نعم سوي زاحف انت الشايب تبقى تموت بطريقة موية زا موت يا رجال وتخلى عنك برياك لحظة ايش الحوار ذا اكيد ما بيموت الشايب بعد شوية صح فجأة الجد راح نام على جنبه اليسار وقام يقول كلمتين كذا خليك قوي وساعد الناس ومن عارفهش ومات بس مات طيب السيناريو اللي انا مسويه اول يا مديري وان راح ما مافي معليش معليش يا وجيهس الكاتب ما عنده الحركات هاي من الحلقة الاولى الكاتب اعطاني كف وقال لي حرك انت وتوقعاتك شايف المشهد البسيط هذا القابل للتنبؤ ما راح تتنبأ فيه فاللي لاحظت ان الكاتب جالس يشرد من الكليشي قد ما يقدر وهذا الشي ترى مرة ممتاز انك تبعد عن الكليشي تبعد عن المشاهد المبتدلة والمتكذرة ومع ذلك مشهد الموت البسيط جدا هذا واللي شخصية ما ظهرت لمدة ثلاث دقائق اللي هي الجد الا انه بسبب هذا المشهد البسيط اخذت انطباع اولي واضح تقريبا عن ايتادوري والمشهد هذا برضو كون لنا شخصية راح تظل معانا الى خمسين حلقة واللي هو بطل الانيمي اصب معا ادري ايتادوري هو البطل من البطل فهذا القصة اما ادري غير كذا ايتادوري يعني واحدة من اهم اعمدة القصة والحاوية لاكثر شخصية مرعبة في الانيمي شخصية سوكونا يا رب اني قاعد اقول اسمه صح سوكونا صح مش سنوكا سوكونا سوكونا لست الكلام يا جماعة جوجدسو كايزين صدمني كثير وقدر يقدم سيناريوهات مميزة وغير قابلة للتوقع تماما واعطاني اكشن وقتالات مرة رهيبة ومميزة انا عتبي بس يمكن على السخافات اللي يحطها الكاتب في وقت جد يعني ترى هذا اوكي هو نوع يعني هو نوع من انواع او يعني من طرق كتابة القصص بعض الكتاب يحب يحشولك كذا لحظات سخيفة واستهبال في بعض المواقف الجدية بس كثرتها تصير بايخة يعني مارفل قيتجربوا الحركات هذه وكانت كويسة معاهم بعدين بدوا يجيبوا العيد فيها وخبصوها فكرة انك تقول كلمتين كذا لطيفة وتقول كلمتين كوميديا تخفف من حدة الحد وممكن تكون جيدة الى حد ما اذا قدرت توظفها بشكل كويس بس اذا زادت عن حدها صير بايخة لكن يعني خلينا نقول ان الكاتب فتي الجزئية ما زاد مرة ولا نقص مرة يعني حاول يلعب في السيف سايد قد ما يقدر بابا جماعة خلوني يتكلم اول شي عن الجانب الانتاجي لهذا الانيمي الموسم الاول للامانة كان شي جدا خرافي الاستيديو بدع وفي كل كبيرة وصغيرة في الموسم الاول يا رجل كل اللي عليك بس تشغل الحلقة تطف في الانوار وتستريح وتتفرج على الابداع متعة بصرية لا نهائية ومش بس الموسم الاول حتى الفيلم الفيلم كان يا رجل انتاج سينمائي مذهل ولكن للامانة الموسم الثاني اخ لما تقارنوا بالموسم الاول والفيلم نه نو وي بتكلم من ناحية الانتاجية وترى اعرف وصلتني القصة اللي واجهت الاستيديو غيروا المخرج والمخرج قال سوف نمشي على مبدأ تحريك سلس اكثر وجودة رسم اقل لا يا حبيبي العذاراتي يوفرها في جيبك هذا كسل وفشل بس عادي يعني في النهاية تابعنا وانبسطنا يعني هي كانت الاشياء هذه تصير غالبا في المشاهد القتالية علشان يكون فيها سموذ وسلاسة اكثر اللي بقول لكم الموسم الاول والفيلم كان انتاجهم مرة افضل بكثير من الموسم الثاني حلو الكلام؟ شوفوا الله يا جماعة انا مش عارف وين رايح الفيديو صدقا يعني شغلت الكاميرا وحاطت كم نقطة قدامي وبسولف عنها وبافقا اول حاجة بتكلم عن اللعنات اللي لحست مخي الين دخت في هذا الانيمي او بالتحديد جزئية التعقيد يعني التعقيد في هذا الانيمي واشوفوا فيه مستويات معينة من التعقيد فيه تعقيد يلحس مخك ويطفشك في ام العمل اللي قاعد تتابعه ويخليك ممكن تسحب عليه من كثرة تعقيد ولكن كمان فيه تعقيد يشدك ويسحبك من اذنك ويجبرك انك تطلب اكثر كده يخليك تقول ايوة كمان هل من مزيق اعطيني اعطيني ايش فيه كمان ابغاء اعرف اكثر فيه نوع من التعقيد جذاب يشدك يزرع فيه كده رغبة ملحة في انك تبغى تفهم هذا العالم اكثر واكثر وللأمانة هذا اللي حصل معايا في انمي جيتسو كايزن تعقيد لذيذ جذاب مش صعب مرة برضو مش سهل مرة الكاتب قاعد يخليك تشغل مخك دايما بشكل مستمر مو مخليك زي الثورم تكي قدام الشاشة وهالتعقيد للأمانة مش شي جديد يعني على جيتسو كايزن فيه انميات كثيرة تابعتها في هذا التعقيد اللذيذ مثل هنتر مثل ريزير وانميات ثانية يعني ما تحضرني حاليا ولكن خلاصة لكلامي التعقيد الموجود في انمي جيتسو كايزن للأمانة شي مرة مميز ولذيذ ومخليني فعلا مستمتع بالعمل ومرة حبيته ثانية حاجة يا جماعة بتكلم عن بعض الشخصيات وليس كل الشخصيات والله يا شخصيات كثيرة لو بجلس تتكلم صدقوني غير الفيديو يوصل ساعتين ولكن خلونا نتكلم عن بعض الشخصيات والشخصيات يعني ليش اللي تهمني حاليا على سبيل المثال عندنا اهم شخصية واللي الكل ممكن يتفق على حبها اللي هي شخصية قوجو شخصية قوية قوية جدا 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 حرفيا أقوى شخصية في العمل حتى لو تلاحظون يعني من قوة شخصية قوجو في شوية غرور مش غرورة المتكبرة المتسلط اللي شايف نفسه لا 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 الموضوع كده تحسوا غرور اللي يجي مع القوة بشكل لا شعوري انت مرة قوي أقوى شخص في العالم في ناس بمجرد ما تطالع فيهم كده من بعيد يخافون يقلع أم القوة اللي انت فيها أقوى شخصية في القصة وقادر أنه يوقف اللي ما يتوقف فللأمانة أحس طبيعي أنه يرافق هذه القوة شوية غرور حميد قال ما أنه حميد الأمور طيبة جوغو اللي جلس في مطاحنة في شبويا مع سكنه مطاحنة يا واد قلب وأم شبويا فوق تحت يكذا تنطق شبويا ولا شبويا ولكن جوجو كذا كذا وقف جوغو وهو يضحك وهو يطقطق يقلع عم الزحف لهذه الدرجة قوي جدا المغرور جوجو فالغرور اللي صاحب غرور كذا جميل لايق عليه طالما أنه ما وصل لمرحلة الغرور والتكبر الخبيث زي ما يقولون وبالعكس أشوفه شي مرة مميز وأعطى شخصية جوجو كذا شكل جداب ومختلف في عالم شخصيات الأنيمي غير كذا يا جماعة فكرة أنه الكاتب يكتب شخصية ويصفها بأنها أقوى شخصية في العالم ومسببة رعب للكبير والصغير كانت من أكثر الحاجات اللي مسببت لأزمة يعني واحد من الأسئلة اللي كانت تجي في بالي طيب لو صار في جوجو شي يا ولد إيش بيصير؟ أصلا لو جوجو صار له شي من اللي رح يشيل الليلة؟ أوكي في شخصيات كثيرة قوية بس ما في أحد بقوة جوجو أقدر أقول أوه إحنا مطمنين إحنا معانا هذا عموما تساؤلاتي اللي كانت مطروحة عن مدى أهمية وجود جوجو في القصة ولو صار له شي إيش ممكن يصير تلاشت وحصل اللي كنت خايف منه بعد ما تم ختم جوجو لما كنت أقول إيش رح يصير لو اختفى جوجو أو لو صار شي لجوجو صار ومجرد ما اختفى جوجو العالم انقلب هوك تحت مشاكل فوضى يقلع أمة دمار اللي حل في العالم بعد ما رح جوجو الحفلة اللي صارت هذيك أصلا كلها 90% منها علشان بس يتم ختم جوجو الحفلة ذيك مش إعلانا للحرب فقط لا نبغى نختم جوجو بعدين نبدأ مخططنا لدرجة جوجو كان مسبب لهم عقدة وبمجرد ما تم ختم جوجو بالطريقة الخبيثة هذيك والسيناريو المرعب معا تشوفنا خير حرفيا عمود التوازن لقصة الأنيمي هذا اختفى ويقلع أمة الفوضى اللي صارت كأنك كده جيت عند دول العالم وشلت الحكومات وخليت شعوب بس ايش بيصير يقلع أمة الفوضى أنا كنت اعتقد يا جماعة انه ماهيته طفل ساذج حمار غبي أحمق ويش از هو كده بالفعل ترى خبيل ولكنه للأمانة قال جملة وكانت مرة عميقة واقعية جدا قال هاي ترى احنا في حرب احنا في حرب تعرف شعني حرب الناس بتموت اللعنات بتموت كل واحد راح يحاول يطبق العدالة من وجهة نظره ايش تتوقع يعني نوقف كده قدام بعض ونقول يلا ساعدونا ولا ما بنساعدكم خلونا نتصالح ولا نتحارب لا حرب الناس بتموت لعنات بتموت تضحيات بتصير مباني بتتدمر أراضي بتتدمر أطفال بيموت ونساء حرب والكلام هذا مين كان أكثر واحد مؤمن فيه جوجو جوجو كان عارف أنه الكلام هذا مرة منطقي واقعي الناس جالسة تموت حوالين جوجو شفتوا يبكي شفتوا يتحلطم هو مقهور أكيد من جواته مقهور ودي يوقف هذا الشيء بس هو كمان مؤمن أنه الناس بتموت في أي لاحظة موت الناس وارد مو جالس يقول أوه سوف أنقذ العالم وسوف أخلص الحلبة من كل الشرور لا جوجو مرة شخصية واقعية أي نعم جوجو يقول فيما معناه أنا سوف أنقذ العالم أنا سوف أخلص الحلبة من كل الشرور ولكن بإيماني إنه بتصير تضحيات يديني راح تتلطخ بالدماء وجالس يتصرف بناء على هذه القناعة جوجو يقول فيما معناه أنا راح أحاول أمثل الخير وراح أراهن على إتدري شايفين قديش إتدري شخصية خطيرة ومع ذلك جوجو قاعد يراهن عليه لأنه ممكن يحصل شيح المشكلة أكبر فجوجو جالس يحاول إنه يحقق هذا التوازن الصعب والعجيب جدا مع إيمانه بإنه ممكن تصير تضحيات ووفيات ومشاكل طويلة عريضة ودمار شامل يا عمي إتدري خلونا نجيب الشخصيات الغير واقعية المعاكسة لجوجو إتدري إتدري يقول لك أنا ما أقتل بشر أنا بحاول ما ألطخ يديني بالدماء لما جلس مؤمن بهذا المبدأ إيش صار له أنطلس إليهن عض الأرض ومات قدامه مين نانمي قدامه يموت ومات قدامه مين ما حد يعرف ماتت ما ماتت ولكن خلونا نقول ماتت إيش اسمها نابورا مدني نبارا إتدري هنا جلس يقول يا ولد هل التخاذل اللي سويته أوه ما أقتل لعنات هم في الأصل بشر أنا ممكن هو أخرني وكان بإمكاني أنقذ هذول الناس بدأ يستوعب قد إيش هو كان مقصر ومو فاهم واقعية الحياة ما عليش يا حبيبي إتدري إذا دقت طبول الحرب ما فيش يما رحميني الناس بتموت حتضطر تقتل الدمان رح يحصل المصائب رح تجي من كل مكان فإذا بتدخل الحرب بمبدأ مختلف رح تنصدم وانصدمت يا إتدري وجلس تبكي وتصيح زي المجنون وللأمانة الأمانة معالجة هذه الجزئية بواسطة الكاتب كانت خرافية جدا وواقعية جدا بعد كده يا جمال عندنا شخصية نانمي واللي أشوفها واحدة من أروع وأجمل الشخصيات في هذا الأنمي حظي خايس وأعرفه بمجرد ما أقول عن شخصية شخصية المفضلة تموت الله يقلع أم الحظة الزبال اللي عندي يا شيخ أنا مفروض أبطل أقول عن أي شخصية شخصية المفضلة والله أو أني مجالسة تعلم الدرسة توقع كذا خلاص واضحة يا وجيه أي شخصية تحس أنك انجذبت لها اسحب عليها لأنها بتموت حتموت عموما يا جماعة للأمانة نانمي شخصية من أفضل الشخصيات في هذا القصة إنسان واقعي متزن قوي يفكر وشخصيته جدا ثابتة حتى قوة نانمي أصلا تتطلب شخص عنده قدرة عالية على التفكير واتخاذ القرارات مش مجرد خبز عشوائي ولكن علشان أكون منصف لشخصية المفضلة يا جماعة نانمي حصل على واحدة من أروع وأجمل النهايات الدرامية في القصة كان متصالح جدا مع نهايته وإخراج مشاهد لحظاته الأخيرة قبل ما يموت كانت يا الله من أروع ما يكون أنا عجزت أحبس دموعي وقتها والله ندرت قاتل وكافح إلى النهاية ولما حانت لحظته إنساب معاها بكل هدوء أه يا نانمي شخصية مفضلة في هذا الأنيمي نانمي بس خلاصة في الأحب بعد كده يجي ما عندنا شخصية توجي اللي هي واحدة من أروع وأفضل الشخصيات في هذه القصة فيلن مرأ أسطوري ورهيب فيلن بمبادئ جدا واضح وما عنده لف ودوران واحد زايد واحد ساوي اثنين وقت الأكشن يعطيك أكشن ويا له من أكشن يقلع عم الحماسة شيخ وقت الكلام يعطيك كلام وحوارات تعكس مدى قوة وهيبته طيب وش سوا فيه الكاتب يا وجيه سر عليه شريه الله يستر عليه بس أبشرك يا وجيه بيرجع في الموسم الثاني حيلو وبيقتل الكاتب مرة ثانية نه والله خسارة خسارة صراحة ولكن العالم لا يحتمل وجود أبطال كثير كفاية قوجو المختوم كفاية سكنة واللعين قيتو أوي أن كان المخة ذاك اللي جوا جسد قيتو شوفوا شخصية تودو للأمانة شخصية مرة رهيبة ولكن فيها كليشي كذا تضحك عن الياباني الملحرف الغريب بس ما علينا من الجزئية البايخة هذه خلوني اتكلم عن قتالات تودو قتالات تودو للأمانة يعني الحركة دي اللي يسويها الطاقة التصفيق اللي يبدل بينه 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 الجساد وبين الجمادات أنا مستعد أشوف حلقة كاملة بس عبارة عن قتالات تودو قتالاته مرة ممتعة بعد كذا يا جماعة نيجي لموضوع الهدر والتبذير اللي جالس يمارسه الكاتب في حق شخصياته اللي تعبوا بدل جهد كبير في كتابتها شوفوا أنا مادري هو أنا متعود على الأنيميات إنه الموت مش أمر سهل ولا علشان رتم الأنيمي سريع فمو قادر أستوعب زحمة الأشياء اللي قاعد صير يعني عندنا قيتو شخصية جدا رهيبة ومميزة وكان عنده دافع منطقي جدا لانقلابه فجأة بوم مات يا ولد أنا كنت بسيء مجنون لا لا ما مات يا رجل كيف يقتله لا والله مات نانمي نانمي شخصية من أروع وجملة الشخصيات شكلها مميز ستايلها مميز أسلوبه مميز وجوده في القصة كان معطي قوة وهيبة مرة رهيبة وفجأة بوم انفجر ومات يا الله يا الله توجي شخصية فيلن يقلع إبليس مأحلى رهيب قوي مات في الفيلم ورجع مات في المسلسل بس موتت في الموسم الثاني على الأقل أهون لأنه ايش شاف ولده قدامه وعارفين كان مشهد حلو بس برضو مات نبرة برضو كانت شخصية فرفوشة ولطيفة وساطية فجأة بوم انفجرت عينهما يا الله أوكي ماتت ما ماتت الموضوع لسه ملغوص افترض انها ما ماتت بس ماتت في ذيك اللحظة جوغو صاح انه شرير وفيلن وشكله يجيب المرض بس والله من أروع الشخصيات وأعطاني قتالات مرعبة قتاله مع السكنة ياهوات شي شي جميل وفجأة بوم أفلح ماكي الله أعلم مش وضع محروقة هي بخير ميت ما حد داري هالشاي بذاك بيد مقطوع الله أعلم مش وضعه كمان محروق اللي بقول لكم يا جماع انه الكاتب زحف زحف بلينجا الأمين معا ما بنتكلم عن المشهد البايخ اللي في ماليزيا يقلع أم قلة الحيا والبيدوفيليا والمصخرة يا شيخ أرى ما نعارف يعني اليابانيين دولي الجو ما في رقابه يخوية في حدود أوكي بس بيدوفيليا بيدوفيليا ممنوع مصيبة مصيبة كارثة ما عادي الله يعطيهم العافي المترجمين ما ترجموا أمها وحذرون انه في مشهد مصخرة جاي عموما نرجع لموضوع القتل والتبذير والهدر للشخصيات داخل هذه القصة اللي بقول لكم انه الكاتب القتل عنده زي شرب الموية بوم يقتل ببساطة في أي لحظة ممكن تموت شخصية عادي لو مات قوجو عادي لو مات اتدور معادي في شي بيصدمني والله الحلقات الأخيرة صرت تتابع كذا خلاص في أي لحظة يصدمني وكنت منزعي الصراحة من هذا الجزية فكرة انه قاعد يقتل كذا بسهولة وبدم بارد بس فكرة انه عنده الجر أنه يقتل شخصيات تعب عليها وكتبها وصممها ورسمها بذي السهولة صراح حاجة تحسب له مش أي واحد بيقدر يتجرى يسوي شيء زي كذا يا عمي سيبك من الشخصيات المعروفة القتل والموت في هذا الأنيمي زي شربة الموية متكين في مطعم فجأة الناس انحرقت متكين في سكة القطار فجأة الناس انفرمت فجأة الناس صاروا أرضية سجادة كذا يا ساتر كل شوية تشوف لك كومة بشر ميتين الكاتب زحف 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 مش طبيعي في ذي الجزئية وإن كان بالغ فيها شوية بس زي ما قلت لهم يعني فكرة انه تجرى يسوي شيء زي كذا تحسب له الأمان شوف أنا ما بتكلم وكاني حليت لغزة هذه القصة المعقدة والغريبة بس والله يا حرفيا أنا مخي يسوي اللي عليه وما زال عندي أسئلة كثيرة باقية باقرة وباقي بشوف وبعيد متابعة الأنيمي من جديد إذا نزل الموسم الجديد ما بتابع دفعة واحدة بجمع الحلقات وتابع من الحلقة صفر من جديد تين عساسيش لو أحد يوصل عند الحلقات ذيك هو فاهم شوية وما أعتقد أنه فيه شخص ممكن يكون فاهم مئة في المئة لازم يكون فيه كذا أسئلة مبهمة يمكن ويمكن لا بس تدرونيش الحلو في الموضوع أني منجذب منجذب لهذا التعقيد التعقيد عاجبني لحظة مخ جذابة لحظة مخ تخليني أقول أبغى أفهم أبغى أعرف شة سالفة أمشي بس يغيرون المخرج الزاحف هذا حركات فيه سلاسة أكثر في سبيل جودة رسم أقل يا أخويا ليش ما يجوا لثنين مع بعض يجوا يجوا أسخذ وقتك مظبوط رأس الكلام يا جماعة الأمانة رحلتي مع ججلتسو كانت رحلة مميزة جدا 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 تخبطت فيه مشاعري بشكل ما كنت أتصوره أبدا أخذت من الحزن أخذت من الأدرينالين أخذت من الكآبة أخذت من لحظة المخ والفغرة كل شيء كذا مر علي والأهم من هذا كله أني استمتعت بالرحلة كاملة من أولها إلى آخرة وهذا هو اللي يهمني ويب الله أعطيكم العافية جماعة إلى هنا يكون سنهاية الفيديو قبلوا لايك اشترك في القناة لو ما كنتم مشترك وفعل جرس التنبيهات تعال تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي والدسكورد وتويتش تويتش بالذات عندنا بثوث شبهي يوميا تابع فيها أنيميات منوعة وعندنا جدول معين لمتابعة الأنيميات مع باق كل حساباتي وكل شيء رح تلاقيه موجود في صندوق الوس كان معاكم الوجيه أشوفكم في الفيديو القادم